محمود بكل لسان المنعم على خلقه من إنس وجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو المتفرد بالجلال والجمال والكمال عز عن الشبيه والنظير والمثال ليس كمثله شيء فلا تضرب لله الأمثال وأشهد أن سيدنا ومعلمنا وقرة أعيننا محمد رسول الله إمام الأنبياء وسيد الرجال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة جلال وجمال وكمال أما بعد فإن قضاء حوائج الناس والإحسان إليهم قيمةٌ إنسانيةٌ نبيلة وصورةٌ من صور البر التي لا تستطيع الكلمات أن تصفها كيف للكلمات أن تصف دموع الفرحة في عيون امرأة لا عائلة لها حينما تقضى حاجاتها كيف للكلمات أن تعبِّر عن ابتسامةٍ على وجه طفلٍ يتين تقضى له شؤونه كيف للكلمات أن توضِّح سعادةً دخلت على قلب مريضٍ حينما يجد من يهتمُّ بشأنه ويقف على أمره لقد كان أهل الفضل والعلم يرون أن لجوء الناس إليهم في قضاء حوائجهم نعمةٌ من نعم الله عز وجل عليهم يقول الإمام الحسين رضي الله عنه اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عز وجل عليكم فلا تردوا نعمة الله فتتحول إلى غيركم ويقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثلاثةٌ لا أستطيع أن أكافئهم رجلٌ بدأني بالسلام ورجلٌ وسع لي في المجلس ورجلٌ مشى في قضاء حاجتي ثم قال والرابع لا أستطيع أن أكافئه إنما يكافئه رب العالمين إنما يكافئه رب العالمين قال رجلٌ نزلت به حاجة فبات ليله يفكر في من يقضي له حاجته ثم لجأ إليَّ لأقضي له هذه الحاجة فهذا لا أستطيع أن أكافئه كانوا يرونها نعمة من نعم الله عز وجل عليهم ولنا في أنبياء الله عز وجل والصالحين من عباده الأسوة والقدوة في ذلك نبي الله موسى عليه السلام يصف لنا القرآن الكريم موقفا في غاية الشهامة والرجول لهذا النبي الكريم يقول ربنا سبحانه وتعالى ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم مرأتين تذودان يعني يمنعان غنمهما عن الشرب قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء ننتظر حتى ينتهي الرعاة من سقيهم ولا نزاحم أحدا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل فكان رد موسى عليه السلام ردا عمليا قال الله عز وجل فسقى لهما دون أن يطلب أجرا ولا أن ينتظر شكرا قام بذلك بدافع الرجولة والشهامة وهو المطارد الذي ليس له في هذا الوقت مكان يأويه ولا طعام يكفيه لكن الفطرة السليمة هكذا النفوس الكبيرة لا تنتظر الأجر والثواب إلا من من؟ من الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة فسقى لهم ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يرغب في قضاء حوائج بفعله وقوله تقول أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي أعرف الناس به تقول له كل والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرِي الضيف تقين على نوائب الحق كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم يواسي الخلق جميعا في جميع شؤونهم ويقول صلى الله عليه وسلم لأن أمشي في حاجة أخي لي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر تدبر من المعتكف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يعتكف؟ في خير بقاع الأرض في المسجد النبوي ولأي شيء يعتكف؟ ليتفرغ لعبادة الله عز وجل قارن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا بالسعي على مصالح الناس فقال صلى الله عليه وسلم مصالح الناس أولى إن السعي على قضاء حوائج الناس أفضل من ذلك كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التقي النبي علي حسين بن علي زين العابدين وسيد من سادات الصالحين لما مات وجدوا على ظهره وكاتفه آثاراً تدل على أنه كان يحمل أشياء على ظهره حتى أن مغسله قال هذا والله ظهر فلما دفنوه وأصبح أهل المدينة افتقد كثير من أهل المدينة الطعام الذي كانوا يجدونه موجوداً أمام بيوتهم في كل يوم ولا يعلمون من كان يحمل لهم هذا الطعام كان الذي يحمله من؟ هذا الرجل العظيم ابتغاء مرضات الله عز وجل فقال أهل المدينة بعدها فقدنا صدقة السر بوفاة علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه اقضي حوائج الناس وكل أخيك في الهم فارج فخير أيام الفتى يوم يقضي فيه الحوائج أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأعلموا أنكم موقوفون بين يدي الله عز وجل ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال أمام الله جوابا إن لقضاء حوائج الناس آثارًا عظيمة وثمراتٍ جليلة من أهمها وأعظمها أنها تجلب محبة الرب سبحانه وتعالى وهذه هي الغاية يُحِبُّهم ويُحِبُّونه فليس الشأن أن تُحِب وإنما الشأن أن تُحَب قال صلى الله عليه وسلم أحبُّ الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحبُّ الأعمال إلى الله سرورٌ تُدخله على مسلم من ثمراتها تيسيرُ الأمور للعبد يقول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه من ثمراتها أنها تق العبد المهالك قال صلى الله عليه وسلم صنائعُ المعروف تقي مصارع السوء من ثمراتها أنها تُثبِّتُ العبد يوم القيامة وتكونُ سببًا في نجاته قال صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها له ثبَّتَ الله قدميه يوم تزولُ الأقدام ويقول صلى الله عليه وسلم من فرَّج عن مسلم كُربةً من كُرب الدنيا فرَّج الله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة غير أن الفهم الصحيح لقضاء حوائج الناس لا يقتصر على إخراج الزكاة التي هي واجبة ولا الصدقات التي هي مندوبة وهذا أمرٌ ممدوح لكن ليست المواساة فقط بالمال كلُّ أمرٍ تستطيعُ أن تُخفِّفَ فيه عن الناس أن تُدخِلَ فيه على الناس السُّرور هو قضاءٌ للحوائج في عملك في تيسيرك لأمور الناس وأنت في العمل هذا أمرٌ واجب واجبٌ أن تقضي للناس حوائجهم في حياتك العادية وأمورك الحياتية ينبغي أن تكون لطيفًا رقيقًا مع الناس جميعًا مصداقًا لقول الله عز وجل وقولوا للناس حُسنًا لكل الناس على اختلاف ألوانهم على اختلاف عقائدهم على اختلاف أجناسهم فهذا أمرُ الله عز وجل لعباده واعلموا أن أهل المعروف في الدنيا هم أهلُ المعروف في الآخرة أسأل الله عز وجل نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ونسألك يا حنان يا منان أن تُقرِّبنا لحبك وحب من يحبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يُقرِّبنا إلى حبك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث والفوز بالجنة والنجاة من النار ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل مصر أمناً أماناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد العالمين اللهم وفق رئيس الجمهورية لما فيه خير البلاد والعباد اللهم أصلح ما بين يديه يا أكرم الأكرمين اللهم فرِّج همومنا وأزل غمومنا واسترنا في الدنيا والآخرة بستر كالجميل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقفر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله